تقرير من مكاتبنا تحت شعار نقرأ لنرتقي انطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب ومشاركة كبيرة من المثقفين العراقيين والعرب الحدث الكبير جذب نخبة من الكتاب والأدباء بينهم الروائي الجزائري واسين الأعرج والروائية الكويتية بوسين العيسى تفاصيل أوفة في تقرير من مكاتبنا ابقوا معنا انطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور ببغداد بمشاركة 250 دار نشر عربية ومحلية وأجنبية توزعت على قاعتين كبيرتين شهدت حضورا جماهريا ملفتا نشارك بالمعرض في إطار مشاركاتنا بالمعرض العربية وهو معرض أصلا مسمى لدى الاتحاد النشرين العرب كمعرض دولي معرض بغداد للكتاب وهي أول مرة أنا بشارك في معرض بغداد بصراحة وجدت أنه الشعب العراقي شعب جيد وقارئ وطيب ومحترم نحن صراحة يعني الدار البيروني هي دار نشر ثقافية تهتم بالكتاب الثقافي العام فمعظم كتبنا يعني تقريبا سياسية وضاد طابع أدبي وتقافي عام إضافة إلى أنه يعني معي توكيل لدار الشروق للنشر والتوزيع اللي فيها كتب علم نفسه على المجتمع بشكل رئيسي يعني الكتب اللي أحضرتها من المعرض هذه تعد أول مشاركة لنا في معرض بغداد الدولي للكتاب الحمد لله رب العالمين أعتبرها مشاركة ناجحة بكافة المقاييس الحمد لله لإقبال الجمهور طيب وفي إقبال على الكتاب الأكاديمي والمعرض ما شاء الله يعني ممتاز جدا يعني يعتبر بمقاييس المعارض الأخرى الدولية إقبال جيد ممتاز وشهد المعرض مشاركة واسعة من المملكة الأردنية الهاشمية تم خلالها عرض أهم الإنتجات الثقافية والأدبية وعناوين مختلفة في التخصصات كافة ولكن التخصص الأكبر كان للغة العربية وأدابها منشكر زماء لأنا على هذا التقرير فاصل صغير ورجالي نكمن معكم باقي فقرات حلقتنا لليوم ابقوا معنا موسيقى